ما المسيح ابن مريم إلا رسوله قد خلت من قبل الرسل وأمه سديكة كان يأكل عن الطعام انظر كيف نبين لهم العيات ثم انظر أنها يفكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي سنة المشاهدين أهلا بكم النهاردة حلقة جديدة من سلسلة ألوهية المسيح عدها الحبيب كرم عثمان عن موضوع لا تقابل قس أو شماس أو مسيح بسيط إلا ويكرر نفس الكلام معجزات المسيح أكبر دليل على ألوهيته فهل هذا الكلام صحيح؟ ولكن قبل ما ندخل للحلقة وتفاصيلها ما تنساش لو أنت مش مشترك في القناة تشترك في القناة تفعل الجرس لأتك منها كل جديد وما تنساش تدعمنا بلايك أو دسلاك ما فيش مشكلة أهم حاجة سيب لها تعليق ولو تقدر تدعم و تدعم و تدعم و احتوي القناة على بتريون رابط أسفل الفيديو و كون شكر ليك نبدأ على بركة الله لو دقات في الفيديو اللي أمامك لهذا الرهب البوذي اللي هو اللي هيجلس في طست بيغلي هتقول واو ريلي؟ ولكن الحقيقة إنها كذب وتضليل لإن فيه طبقة عزلة بين أسفل الطست والفقاقيع دي اللي بيعملها جهاز مخصوص إنما المعجزات اللي هي الأمر الخارق للعادة ربنا بيجريها على أيدي الأنبياء الصادقين اللي تكون دليل وبرهان على صدقهم مزي المسيحية و اليهودية اللي بتقول إن المعجزات ممكن يعملها أي نبي كذاب وللرد هنقول أولا تساؤلات حول المعجزات هل هناك معجزة وحدة من معجزات المسيح وفق الأنجيل الأربعة صنعها بقدرته الذاتية ولم يعينوا عليها أحد ولم يطلب العون من الله الأب فيها ولم يفعلها غيره من البشر على الإطلاق كيف يستدل عقل على أولهية الإله الحق بالمعجزات التي تقع من الأنبياء والرسل والصالحين الشيطان رأس الشر في هذا الكون الذي نعته الكتاب المقدس بالإله يفعل المعجزات والأعجيب أكثر مما فعل يسوع نفسه وبعض الأنبياء فلماذا لا تعبدون الشيطان الرسالة إلى تسرينك الثانية اتنين تسعة الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة هذا الشيطان نفسه هيعمل آيات ومعجزاته ثانيا ومن الكتاب المقدس المعجزات ليست بدليل على النبوة أو الصلاح فكيف تكون دليل على الألوهية في التثنية 13 العدد 1 ل3 إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم لأن الرب إلهك يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم وفي متى 22 كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فعلي الإثم وفي متى 24 24 لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا يبقى النقس المختارين الأنبوات والبابوات دول ممكن يضلوا بسبب المعجزات اللي هيجيئ لهم حد يعملها لهم وفي رؤية يوحن 14 16 فإنهم أرواحه شياطين صانعت آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء يبقى الشياطين هتعمل معجزاته ثالثا هل المعجزات دليل على الألوهية عند علماء المسيحية؟ لا يقول الأب بفضل صداروس اليسوعي في كتابه تكوين الأناجيل اللي هو ده وأما المعجزات فيقوم بها يسوع بقوة الآب المعجزات كانت بقوة مين بقوة الآب وده كلام علماء المسيحية يقول البابا توضرس في كتابه مفتاح العهد الجديد جزء 1 صفحة 136 عن سمات المعجزات التي صنعها المسيح النقطة رقم 2 كانت تهدف إلى تمجيد الله في لقاة 7-16 دون أي تمجيد ذاتي أو شخصي وبيقول في النقطة 5 قال وكل ما ينطبق على معجزات المسيحي ينطبق على المعجزات في الكنيسة الأولى ويقول الأرشي من دريت نقول أنتيبة في كتاب الأناجيل الإزائية اللي هو تنسيق الأب بوليس الفغالي صفحة 154 بيقول لم يعتبر يسوع نفسه صانع معجزات أو ساحرا أو محتالا مشعوذا فمعجزاته ملتسقة تماما برسالته وفي الصفحة 155 بيقول يتبنى العهد الجديد مفهوم العهد القديم في المعجزات لأنه يقدم لنا صورة عن يسوع مستعينا ليس فقط بالأقوال ولكن بالأعمال أيضا لأن الأعمال هي خاصة خاصة كل نبي يعني المعجزات خاصة بكل الأنبياء مش بنبي واحد والاختباس اللي قاله هذا الرجل في صفحة 163 وما بعدها فيه رد على من يطلبون الآيات تعنتا أو يستدلون بقول ربنا سبحانه وتعالى في صورة الإسرائيل آية 93 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قلت سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول إن رسولنا ليس له آية يقول الأرسمندريت يرفض يسوع يرفض يسوع في مرء ستمانية حداشر واثناشر أن يعطي آية خارقة ليدل على التأييد الإلهي وبالتالي إنه يرفض أن يجرب الله كما فعل الشعب قديما في البرية رجع كلمة الجيل في الآية 11 تؤدي هذه المطالبة إلى إكراه الله على العمل إلى تجربة الرب وبيقول تحتها يقول لوسيان سيرفو لا تنتمي معجزات يسوع إلى الفكرة بأن يستعمل الإنسان المعجزات ويجبر الله بها كما في عمل سحري ليحقق مقاربه الشخصية بل على العكس تماما فإن أعمال يسوع أي أقواله ومعجزاته تدخل في إطار الوحي الذي يصدر عن إرادة الله فقط ويقول الأب هنا ربول اليسوع في كتاب الإنسان وسر التجسد دار المشرق طبع بيروت صفحة 36 هنا أطرح سؤالا لقد صنع المسيح الكثير من المعجزات شفاء للمرضى وتطيرا للبرص وإقامة للموتى وأكثر من هذا أقام ذاته فهل تمثل هذه المعجزات برهانا قطعا لألوهيته كلا فالتلاميذ أنفسهم صنعوا معجزات مثله بل وأكثر منه أحيانا وهو الذي يقال لهم إن كان لكم إيمان ولم تشكوا لا تفعلون ما فعلت بالتينة فحسب بل كنتم إذ قلتم لهذا الجيل قم فهبط في البحر يكون ذلك في متى 21-21 المعجزات إذن ليست دليلا مقنعا بأن المسيح هو الله فالتلاميذ فعلوا مثلها وحاليا في الهند يوجد كثير يصنعون أعمالا خارقة بوسطة مواهب معينة فلماذا إذن قام المسيح بهذه المعجزات؟ إنه لم يصنعها إذباتا لألوهيته بل حبا ورحمة للناس وهنا نقول لو المعجزات دليل الألوهية يبقى تلاميذ المسيح والمؤمنين بالمسيح آلها أعظم من يسوع لأنه قال من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا وأعظم منها يقول العالم اللاهوت الألماني أوتو فيلدر في كتاب أصول المسيحية صفحة 114 لقد كانت قدراته فوق الأرواح والأجسام المريضة على الرغم ما فيها من معجزة إلا أنها لم تكن قوة إلهية مطلقة بل هي قوة تتوقف على إيمان المريض كما تقرأ في مرقص 5 و 6 أنه لم يستطع أن يفعل معجزة واحدة في النصرة بسبب عدم إيمانهم وكذلك لم يكن علمه النبوي مطلقا فهو لا يعلم معاد الساعة الخلاص الموعود التي لا يعلمها سوى الآب في مرقص 3 و 32 بل وبكل نبل إنساني رفض أن يدعى صالحا عندما ناده أحدهم أيها المعلم الصالح في مرقص 10 و 18 رابعا المسيح لا يقدر أن يفعل من نفسه شيء وفق نصوص الكتاب المقدس التي تتحدث عن معجزات يسوع المسيح والتي أكثرها في إنجل يحن آخر الأنجل كتابة فإن يسوع لم يرجع لنفسه أي معجزة ولو يصرح في كل معجزاته عن ألوهيته فيه بل واضح في كل معجزاته أنها ليست من عنده بل من الله الآب وأمر في بعضها بتمجيد الله الآب وأظهر أنها ليست من عنده في لقى 13 و 13 وأكد أنها تتوقف على إيمان المريض كما تقرأ في مرقص 5 بدلل أنه لم يستطع أن يفعل معجزة واحدة في الناصرة بسبب عدم إيمانهم في يحنى 4.34 قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله وفي يحنى 5.19 فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك وفي يحنى 5.30 أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عدلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني وفي يحنى 10.29 أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي وفي متى 11.27 كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له وفي لقى 11.20 ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله وفي يحنى 10.25 أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي وفي أعمال الرسل 10.38 يسوع الذي من النصر كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه خامسا فشل المسيح في بعض المعجزات في مرؤس 6.5 ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يده على مرض قليلين فشفاه يحنى لم تلد امرأة أعظم منه ومع ذلك في يحنى لم يأتي بمعجزة واحدة في المت 11.11 الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يحنى المعمداء وفي يحنى 10.41 فأتى إليه كثيرون وقالوا إن يحنى لم يفعل آية واحدة ولكن كل ما قاله يحنى عن هذا كان حقا والعجيب ومن تنقضات الأناجيل مع بعضها أن يسوع المسيح نفسه أنكر غالبية ما نسبته له الأناجيل فقال في مت 16.4 جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية ينان النبي ثم تركهم ومضى وفي مت 13.39 فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية ينان النبي يعني هو مش عاوزين آية غير آية واحدة فقط هو آية واحدة فقط اللي عملها بحسب النصين دون ضف لذلك أننا إن قمنا بحصر معجزات يسوع التي فعلها وفق الأناجيل الأربعة سيكون كل ما فعله يسوع حسب إيمان النصارى 29 معجزة مع الوضع في الحسبان أن غير المسيح بنص كلام المسيح يمكن أن يفعل معجزات أكبر من معجزات المسيح زي ما قلنا في يحنى 14.12 الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعمالها يعمل هو أيضا ويعمل أعظم منها لأني ماضن إلى أبي وهنا لطيفة بي أربعين عالم لهوت بيكذبوا يسوع ويقولوا لا أصله ما كانش يقصد أصل ما حدش هيقدر يعمل المعجزات أفضل من الرب ورجع أنت التفسير براحضة سادسا إيمان من صنع لهم المعجزات أو رأوا المعجزات اللي عملها بطروس صخرة الكنيسة في أعمال الرسل 22 أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقواته وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون المرأة السامرية في إنجل يوحن هذه المرأة التي رأت الكثير من معجزات المسيح في يوحن 4 19 قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي وفي الترجمة اليسوعية سيد دية رب علشان هم يحبوا يتفزلكوا يعني يقول أنتونيوس فيكري هنا نرى المرأة قد أحسنت الرؤية وقد شعرت بهيبة الجالس أمامها وحتى هذه اللحظة هي شعرت أنه على اتصال بالله ولكنه إنسان عندما أفرغت المرأة خطاياها استضاءت عينها ورأت المسيح على قدر ما استطاعت أن تبصر أرى أنك نبي بالاعتراف ينفتح القلب لله فتتدفق نعمة الله داخل القلب والمرأة شعرت بهذه النعمة أن المسيح قادر أن يرى ما لا يراه الآخرون ويعلم الغيب فهو نبي الأعمى الذي فتح عينه المسيح بالطيد أجاب ذلك وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلبه عينه الجموع التي رأت كل معجزات المسيح فقالت الجموع في متى 21-11 فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل لم يقول يسوع الإله أو الله المتجسد طب اليهود الذين علمهم وفهمهم وفعل لهم كل المعجزات في متى 21-46 وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي إن ألاف المؤلفة الذين أكلوا من الخمسة أرغفة في يحنى 6-14 فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم رئيس اليهود بعد مرأة المعجزات في يحنى 3-2 هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه طب شهادة الشيطان والجن في لوقى 4-33 وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس فصرخ بصوت عظيم قائلا آه ما لنا ولك يا يسوع النصري أتيت لتهلكنا أنا أعرفك من أنت قدوس الله عوام شعب أرشاليم في متة 21-10-11 ولما دخل أرشاليم مرتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من نصرة الجليل وأختم بقول يسوع واعترفه شخصيا حيث يقول في يحنى 5-36 وأما أنا فلي شهادة أعظم من يحنى لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني فهل تكذب يسوع وتصدق الكهنة الذين لا يعرفون ما في هذا الكتاب دعي الكتابة يتحدث ده غير أن في أنبياء كثر فعلوا معجزات بحسب العهد القديم أعظم بكتير وأكتر بكتير مما فعله يسوع وإن شاء الله كل ده يجي معنا في الكتاب بإذن الله يسر الله إتمامه في الختام هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك ما عجبك شدس لك وأعمل حاجة ساب لها تعليق ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ليأتيك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته